مدرخ على الواسط الضحوي دكتوراه في إدارة الأعمال واستشاري التمكين الاقتصادي لدى وزارة الشمون الاجتماعية والعمل ومكتب الدفاع المدني في اليمن صنعاء أهلاً وسهلاً بكم دكتور وفي جميع الحضور الكرام خلاص جاهزين بسم الله نعم نعم دكتور نعم فضل طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابي وسلم تسليم كثيرا مساكم الله بالخير جميعاً أيها الأحباب جميعاً أولاً أقدم شكري وتقديري للأخوة في الأكاديمية وجميع القائمين عليها وكذا أرحب بالأخوة المشاركين معنا في هذا البرنامج والذي سوف يستمر بإذن الله ثلاثة أيام متتالية كما أريد التنويه أنه سوف يتم عرض هذا البرنامج بطريقة التعليم بالممارسة وليس كبرنامج نمطي يمثل محاضرة أكاديمية وأمل منكم في مساهمتكم في إثراء هذا الموضوع كما أتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد بإذن الله عز وجل الصوت مسموع نعم نعم دكتور الصوت واضح خلاص يمشي معي في الشرايع أنا الآن في الشريحة رقم ثلاثة يروح للشريحة أربعة طبعا سيتناول هذا البرنامج بإذن الله مجموعة من المحاور أولاها لمحة عامة حول هذا البرنامج ثم سنأتي ببعض الاستدلالات التي تثبت هذا البرنامج سواء مكتب الله عز وجل أو مما قال فيه المفكرون والعلماء في هذا البرنامج ثم سيتناول هذا البرنامج مفاهيم وتعاريف الإدارة تأثير القيم القيادة الإدارة بالقيم وغيرها من المفاهيم التي سوف نتطرك بإذن الله عز وجل خلال هذا البرنامج ثم سنتحدث بإذن الله على الإدارة ومقومات الإدارة وأبرز أهداف الإدارة والفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة ودور الإدارات في الشركات وأنواع الإدارة الرئيسية ووظائف الإدارات ومصادر الإدارة والإدارة بالقيم مفهوما ومتى نشئت ثم مكونات القيم وتصنيف القيم وخصائص القيم وأهمية القيم وأهمية دراسة القيم الشخصية ومصادر اكتساب القيم ومصادر تكوين القيم وأساليب أيضا تكوين القيم ثم عناصر القيم وكيفية تعزيز هذه القيم ثم سنتناول بإذن الله عز وجل نموذج مصار التغيير ثم التعارض القيمي طيب قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة هذا البرنامج أعتذر اعتذارا كاملا شاملا ألا تأخري في دخولي للإخوة المشاركين معنا في البرنامج وأريد أن أقول أن هذا البرنامج سيتناول بطريقة علمية ووسيلة علمية عن طريق الممارسة وقبل أن أبدأ لا بد أن يكون عندنا مهارات لجميع الإخوة المستمعين من أجل أن ندخل في برامج علمية من أجل أن نتكلم وخاصة أننا سنتحدث عن علم اسمه علم الإدارة وعلم فن في بعض الدراسات ولم يكن هذا العلم قديدا بل هو قديما وحديثا تناول مجموعة كبيرة جدا وقبل أن أدخل في هذا البرنامج يجب أن أنوه إلى ثلاث مهارات حياتية أولاها الإصغاء وأريد أن أفرق ما بين الاستماع والإصغاء لأن الله عز وجل في كتابه أيضا فرق في هذا الجانب وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فالإنصات والإصغاء بمعنى إعطاء جميع جوارحك لمن يتحدث أمامك من أجل أن يشعر أنه يجيد كل أحاسيسه وإقدانه باتخاذ جميع ما تريد قولها أو فعلها اتجاهها فالاستماع يكون بالآذان أما الإصغاء يكون بالقلب المهارة الثانية الذي أريد أن أتحدث عنها هي مهارة الكتابة هذه المهارة مهارة الكتابة لا لا في الشريحة اللي مكتوب فيها قبل البدء ثلاثة بس أيوة ما زلت هنا أنا اللي تحتها تحت تحت تلاثة رقم ثلاثة أيها زيد قبل البداية رقم ثلاثة مكتوب نمشي الصفحة في رقم مكتوب ثلاثة بالإنجليزي أيوة ثلاثة بالإنجليزي الشريحة رقم ستة الشريحة رقم ستة بالضبط ولذا بعد الإصغاء المهارة الأولى بعد الإصغاء ناتي إلى مهارة الكتابة هذه المهارة مهمة جدا يذكر صاحب كتاب دموع على سفوح المقد قصة لأحد الشباب الذي كان لديه طموحات وهو يدرس في كلية الطب وسرعان ما تخرج هذا الشاب ولكن لم يحقق أحلام لأنه أصيب بحادث ومات بإثر هذا الحادث إلا أن هذا الشاب كتب فكرته فحبوا أصدقائه أن يكافئوا هذا الشاب فبحثوا أن المدونة أو المدونة التي كتب فيها صديقهم حلمة وطموحاته فلما وجدوا أن هذا الشاب وزميلهم وصديقهم كتب أن يبني مستشفيا أرادوا أن يحققوا حلمة ولذا الكتابة واحد من أهم الأشياء التي تساعد على الاستمرارية والديمومة الكتابة حفظ ولذا القرآن الكريم السنة النبوية المذاهب المعتبرة الأربعة مذاهب الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي وغيرها من المذاهب لم توصل إلينا إلا عن طريق التدوين والكتابة واحد من أهم المهارات التي يحتاجها المدراء ويحتاجها الإنسان في تطوير حياته المهارة الثالثة التي يحتاج إليها الإنسان في تطوير ذاته وتطوير الجانب العلمي والفكري والإداري لديه يحتاج إلى مهارة البراكتس الممارسة هذه الممارسة إذ لم تكن لدى الإنسان يعني ما قرأه عمل على تطبيقه لأنه إذ لم يمارس مسألة الذاكرة علماء الفكر والسايكلوجي يقولون إن ذاكرة الإنسان تستطيع أن تحفظ البيانات لمدة ثلاثة أيام ثم تمحو كل المعلومات الموجودة في ذاكرة الرام اللي هي العقل الباطن إلا المعلومات التي يعيش لحظاتها هذا الإنسان ولذا الممارسة هي التي تعزز قيمة هذه الأشياء وسأنتقل إلى الشريحة السابعة سأتحدث فيها أعفوا سأنتقل إلى الشريحة الثامنة بالنسبة للإدارة هناك لا قواطيدة بين الإدارة والشريحة الإسلامية فقد أشار القرآن الكريم بالأفضل الإدارة في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ما من إنسان يريد أن يدير شيء إلا إجباري أن يكون ممارس لأركان الإدارة ووظائف الإدارة وأنواع الإدارة وصفات الإدارة وهذه الأشياء ذكرها القرآن قبل أن تبدأ هذا العلم وسنتحدث أن علم الإدارة بالقيم ضمن العلوم التي تحدث عنها العلماء المتأخرون في آم 1990 هذا العلم ظهر ونشئ بمصطلح علم الإدارة بالقيم هناك من كتب أيضاً الإدارة بالقيم والتأثير وهناك من كتب الإدارة بالقيم والحب والتأثير وهناك من كتب أيضاً من أنواع الإدارة الإدارة بالأهداف ومن كتب الإدارة بالمعرفة كل هذه العلوم الحديثة التي تحدثها أنها هؤلاء تحدثوا وفق نظريات وفق فرضيات وفق دراسات علمية حقيقية وقبل أن أبدأ أن أعرف علم الإدارة سأنتقل إلى الشريحة رقم ثمانية وفيها سؤال من أجل ممارسة هذه المادة لأننا سيطول بنا الحوار حتى نأخذ فكر من هم موجودين معنا وأنا أدرك أن هناك دكاترة وأسادسة ومدراء ومن لديها الخبرة أيضا في مجال الإدارة ولذا جعلت هذا البرنامج نمارس فيه الخبرات ونمارس فيها المعلومات والمعرفة لدى الحاضرين ونضيف عليها ما تحدث عنه العلماء وما أشار إليه العلماء في أعمالهم وفي مذكراتهم من فرضيات ونظريات وعلم وفان وغيرها دعونا أسأل الجميع من يعرف علم الإدارة سؤال للنقاش أشياء سمعونا تمام دكتور الصوت مفتوح لجميع الأخوة اللي بيحب يشارك بس يفعل الصوت ويتكلم علم الإدارة لو سمحت بس أعرف من 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 الأشياء ومن أي بلد أحمد العزاني البكالاريوس محاسبة مدر مالي في بنك الكرمي للتمويل الصغر الإسلامي اليمن حياك الله أستاذ أحمد فضل حياك الله علم الإدارة هو أحد العلوم الإنسانية الحديثة ويعرف بأنه مجموعة من القواعد المبادئة للميال التي تهتم باستخدام الأنسب للموارد من قبل المؤسسات لتحقيق هدف المؤسسة بأقل وقت وقهد وتكلفة ممكنة حل ممتاز من غير من الشباب نحاضرين معنا دكتور الإدارة علم وفن من كمان تعريف علم الإدارة بشكل مختصر مجموعة القواعد والمبادئ العلمية حل هل نكتفي بالأخوة اللي تحدثوا فقط هل في أحد لديها تعريف آخر في علم الإدارة يا أستاذ دكتور خالد فضل الإدارة هي تعتبر علوم الاجتماعية وهي أيضا تتمثل في عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة على الموارد البشرية المتاحة للوصول إلى أفضل النتائج بأكثر الطرق وأقل التكاليف المادية ممتاز ممتاز جدا طيب على أساس أني أتأخرت بس في الوقت سأحاول بقدر المستطاع أن أختصر المشاركة لهذه الجزئية فقط حتى نستفيد من الوقت ثم سأعود أيضا في مجموعة من الأسئلة نسمع فيها آراء الحاضرين من أغلب التعاريب نتكلم بما تكلمتم فيه من السابق وهناك تعريف دقيق بالنسبة للإدارة من أحد العلماء يعرف الإدارة الإدارة قال هي عملية تحقيق الأهداف المرسومة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق منهج محدد وضمن بيئة معينة وسنتحدث عن هذا بالتفصيل بإذن الله عز وجل في البرنامج ثم سننتقل بالنسبة لنا الإدارة من حيث النوع تنقسم الإدارة من حيث النوع إلى إدارة عامة وإدارة خاصة أغلب الإدارة العامة تكون باتجاه الدول والحكومة وتمارسها الحكومات أما الإدارة الخاصة تسمى بإدارة الأعمال ولذا الطلاب في القدول القدول أي نفسه القدول هذا القدول لا الأول القدول الأول الإدارة النوع الشكل النظرية هناك مجموعة كبيرة جدا من البيانات التي قمنا بقراءتها وفرزها وتحليلها فوجدنا أن نلخص هذا الجدول أن الإدارة من حيث النوع تنقسم إلى نوعين العامة والخاصة وأغلب الطلاب الذين درسوا في الجامعة الحكومية سيدرسون إدارة عامة بينما الطلاب الذين سيدرسون في الجامعات الخاصة سيدرسون إدارة الأعمال أو الإدارة الخاصة ولا يعني أن البرامج بشكلها التفصيل الموجود لا يعني أن لا يوجد في الجامعات الحكومية إدارة خاصة لا ولكن الأغلب والطابع في الإدارات الحكومية هي إدارة عامة والأغلب أيضا في الإدارات الحكومية في الجانب العلمي الإدارة الخاصة أو إدارة الأعمال ثم هذا لا يعني أيضا الجزء فقط من حيث التعليم ولكن هناك أجزاء أخرى الشركات الحكومية والمؤسسات الحكومية والهيئة الحكومية دائما تكون عامة بينما الشركات الخاصة دائما لديها أعمال ورقال أعمال ومستثمرين وأصحاب قطاع خاص ولذا قلنا النوع هنا ينقسم إلى قسمين العام والخاص من حيث الشكل هناك إدارة تسمى إدارة الأنظمة أو الإدارة من حيث شكلها تتجه اتجاه الأنظمة واللوائح والقوانين وهذه غالبا ما تكون في الإدارات الحكومية أو في الإدارات العامة أما في الإدارات الخاصة إدارة تسمى بإدارة القيم والحب والتعثير وكما أسلفنا آنفا أن إدارة القيم والتعثير أو إدارة القيم والحب والتعثير أو إدارة الأهداف كلها تصب في محطة الإدارات الحديثة وهذه من الإدارات التي لا بد أن نفهم أنها كبيرة جدا من العلوم الحديثة التي دخلت في عصر ومنها إدارة القيام موضوع برنامج أما من ناحية النظريات هناك مجموعة كبيرة جدا من النظريات هناك مجموعة كبيرة من الفلاسفة والعلماء الذين اتخذوا وفرداتهم وفرداتهم في هذا العلم ومن كثرة إدارة هذه النظريات النظريات بالنسبة لإدارة العامة تميل إلى المدرسة الكلاسيكية وبالنسبة لنظريات المدرسة النوع الثاني وهو الإدارة الساعة لأعمال مع النفسيات ومع الأفراد بنفسياتهم وسنتكلم الآن أن أبرز أهداف الإدارة من أبرز أهداف الإدارة تنمية الموارد البشرية من خلال خطة شاملة للتدريب والاستقطاب واستقطاب الكوادر والكفاءات المؤهلة وفي النوع الأول أفراد الإدارة ومن أهداف الإدارة التي سنتحدث لابد أن أشير إلى إدارة الموارد البشرية أصل الموارد البشرية في هذه القوائد أو في هذه الأهداف كان في السبعينيات والستينيات يسمى إدارة الأفراد فتطور علم الإدارة وخاصة لعلم الأفراد في مهامهم واستصاصاتهم وتوصيفهم الوظيفة ثم جاء في ثمانينيات والتسعينيات حتى أحدث لنا مصطلح في علم الإدارة خاصة في علم الكادر البشري ما يسمى بشؤون الموظفين وأصبح هذا المصطلح من المصطلحات المتداولة حتى نهاية القرن العشرين هذا العالم غير المصطلحات وخاصة الجمعية فأظهرت لنا مصطلح اسمه مصطلح الموارد البشرية في بداية القرن الواحد والعشرين ولذا من أهم وأبرز الأهداف الإدارية أنها تسعى إلى تنمية الموارد البشرية من خلال خطة شاملة وهذه الأشياء لن تكون إلا بالتدريب والاستقطاب للكوادر البشرية والكفاءات المؤهلة ولا يخفيكم القول أننا الآن بتاريخ في 2021 الجامعة الأمريكية أصدرت مصطلح قديد في علم الموارد البشرية وأسمت إدارة الموارد البشرية بمصطلح قديد اسمه الاستثمار البشري وهذا الاستثمار البشري معناته أن الأنصر البشري هو الأنصر الحقيقي الذي يرتكز عليه ترتكز عليها المؤسسات والمنظمات والإدارات والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة ولذا كاننا أبرز أهداف الإدارة بالنسبة لنا تنمية الموارد البشرية والاستثمار البشري من خلال قطة شاملة للتدريب واستقطاب الكوادر والكفاءات المؤهلة ثاني شيء سنتكلم عن تقديم الخدمات فوق فوق يا أستاذ تقديم الخدمات الإدارية المتميزة لجميع العاملين كمان فوق فوق أنا في الشريحة رقم عشرة بالنسبة لي أي بعدها تحت فوق 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 انسحبت معك كمان فوق فوق كمان فوق 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 كمان انسحبت معك فوق أيها نعم أنا هنا طيب نتكلم أن أبرز الأهداف الإدارية رقم ثنين تقديم الخدمات الإدارية المتميزة لجميع العاملين وهذه الخدمات حينما نتكلم عن الخدمات الإدارية المتميزة أي أني أسعى إلى صرع الولاء الوظيفي وأسعى إلى إنشاء بيئة آمنة واستقرار كامل ذهني وسأتحدث عن هذا في علم وفي جانب الإدارة بالقيم كثيرا من أبرز الأهداف الإدارية أيضا حوسبة الإدراءات الإدارية وتطويرها اليوم نحن في الكامل الواحد والعشرين اليوم انتقلنا من مرحلة البرمجة الحاسوبية والهندسة الحاسوبية وأيضا مصطلحات الآيتي أو الشبكات اليوم نحن في المرحلة الرابعة بعد البرمجة والهندسة والشبكات اليوم نحن في الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي يعيش بين عالمين عالم الافتراضي والعالم الواقعي الريبورتات اليوم الحاصلة والتي تعمل يدا بيد بجوار الإنسان الحقيقي والكيان الحقيقي اليوم استطاع علماء الحاسوب في تطوير هذه الجيلات الأجيال العلمية اليوم نحن في الطور الرابع طور الذكاء الاصطناعي ولذا يقب علينا أثناء ما يكون لدينا فكر إداري يقب أن يكون عندنا واحد من أهم الأشياء جانب الحوسبة رابع هذه الأهداف المتابعة التامة للمعاملات لتفادي التأخير في الإنجاز لأن الإدارة بالقيم تلامس الإنسان مباشرة كم من إنسان ينجز ويحتاج إلى مشاعر وحاسيس ويحتاج أيضا إلى في ذاته شكر حتى ينتج أكثر وأكثر ويبدأ في ذلك وسننتقل إلى أنواع الإدارات الرئيسية هناك مجموعة كبيرة جدا من الإدارات في العنصر الثاني بالنسبة لنا لما تكلمنا عن الكوادر والكفاءات و من الخطط الشاملة لابد أن يكون عندي فهم كامل وشامل بالنسبة لإيش للإدارات التي أنا أريد العمل فيها داخل إيش داخل المنظمة أو المؤسسة أو الجهات التي أريد العمل فيها أي رسم هيكل إداري يناسب ويجاري حجم هذه المؤسسة وحجم هذه المنظمة أو حجم هذه الشركة ولذا من أبرز هذه الإدارات إدارة المخاطر والتغيير والإدارة المشاريع والتسويق والمبيعات والعمليات والإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الاستثمار إدارة المشتريات والمخازن مجموعة كبيرة من الإدارات التي تضع في الهيكل الإداري حينما يؤسس الإنسان الهيكل الذي سيعمل عليه لابد أن يفهم ويدرك ما هي الإدارات الأساسية والرئيسية التي لابد أن تكون موجودة معه داخل هذه المنشأة التي يديرها بما أني أتكلم عن أهداف الإدارة لابد أن أتكلم أيضا وأقف عند مقومات الإدارة ألاس من أجل أن أنشئ إدارة ناجحة ولاسيما أنه الأنصر الأول الذي نتحدث عنه الذي هو في برنامجنا الإدارة بالقيم والتأثير لابد أن أفهم بما أني عرفت أن هناك أهداف رئيسية أسعى من أجل تحقيقها ثم عرفت الاتقاه الفكري لهذه الإدارة التي أديرها إما خاصة أو عامة وعرفت الشكل لهذه الإدارة سواء الإدارة باللوائح والأنظمة والقوانين أو الإدارة بالقيم والحب والتأثير لابد أن أقف دامارات لابد أن أقف مقومات أساسية هذه الإدارات أبرز هذه المقومات الأهداف لابد من تواثر الأهداف المحدودة التي يجب تحقيقها في العمل أو المنظمة ليس نحن في التعريف عرفنا أن الإدارة أو علم الإدارة يعرف بأن الإدارة هي عملية تحقيق الأهداف وأول مقومات هذه الإدارة الأهداف فلابد من تواثر الأهداف المحددة وحينما أتكلم عن المحددة أتكلم عن ما جاء في سياغة الأهداف إذا أردت أن تصيغ هدف يجب أن يكون عندك هذا الهدف مصاغ بسمارت أن يكون واضح أن يكون قابل للقياس أن يكون محدد بزمن من أجل أن تحقق هذا المشروع الذي تريده أو تحقق الإدارة التي تريدها أو تريد النجاح بها هذا واحد من أهم مقومات الإدارة لابد أن أنتبه وأركز الأهداف التي أرسمها ويجب أن تكون هذه الأهداف واقعية أستطيع أن أحققها ما أحلم وأن تضع هذه الأهداف وفق الإمكانيات والقدرات التي أنت تمتلكها ووفق الكادر البشر الذي أنت تمتلك ووفق البيئة التي تشتغل فيها فبالتالي واحد من أهم الأشياء التي تركز فيها في سياغتك للأهداف أن تكون أهداف قابلة للتحقيق قابلة للواقع وأن تكون قليلة لا تتجاوز عن ثلاثة إلى أربعة تتدرج في هذه الأهداف ثم تبدأ تتوسع فيها وبعد ذلك لابد أن أنوه إلى الركن الأساسي في مقومات الإدارة وهو التنظيم يجب أن تنظم العمل وتحدد الأشخاص الذين لديهم كفاءة للقيام بهذا العمل هؤلاء الأشخاص لابد أن يكون في التنظيم عملية كتابك وترجمة هذه الخطة أو الأهداف إلى مجموعة من الوسائل والأنشطة ومدرج في هذه الاستمارة من الأشخاص الذين سيقومون وكم سيأخذون من الوقت وهذه النتائج التي نريد تحقيقها كم نسبة في المئة أريد تحقيق هذه الأشياء بالنسبة لي ثم لابد أن أعرف من مقومات الإدارة الهيكل ويجب عمل هيكل تنظيمي للمنظمة والعمل وفقا لحجم هذه المؤسسة لا تبالغ في رسم الهيكل والوظيفي لأن كلما بالغت في رسمك للهيكل الإداري والوظيفي ودعوني أنوه خاصة إلى الهيكل الهيكل لديه فلسفة أخرى ولديه واقع كبير جدا هو النواهة الأساسية في تكوين المهام والمسؤوليات والارتباطات بالأفراد وما هي الصلة والعلاقة ما بين كل إدارة وإدارة وما بين كل مرؤوس ومسؤول فإذا رسم الهيكل الإداري بالطريقة الصحيحة والسليمة مباشرة سيترجم هذا الهيكل إلى مجموعة من بطائق التوظيف التي ستوزع فيها المهام والواجبات ومن المسؤول ومن المساءل كل ذلك يأتي في بداية رسمك القيد والحثيث في نجاح الهيكل التوظيفي ثم لابد أن ننوه أيضا أن هناك من مقومات الإدارة الأفراد يجب معرفة مشاعر ودوافع هؤلاء الأفراد وكيفية التعامل معهم ومعرفة طبيعة مشاعرهم هؤلاء الأفراد ليس بآلات للأسف الشديد هناك مجموعة كبيرة من المدراء من يعتبرون أو يعتقدون اعتقادا كاملا أن السيطرة على الأفراد هي إبارة عن خصم المرتبات أو رفع الجزاءات أو الزيادة في المكافعات لا 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 يعني أن الأفراد يحتاجون ولا يعني أيضا إذا قصمنا الأفراد سنقسم هناك من يعمل في المنظمات أو المؤسسات أو الشركات من أجل ماذا من أجل المال وهناك من يعمل ليس من أجل المال يحتاج إلى مشاعر إلى حب إلى احترام إلى تأثير إلى تقدير يحتاج إلى سؤال كيف حالك كيف الأولاد ما الذي عملت وهناك مدارس فكرية تنوح أن هناك مشاعر مشاعر جياشة عند العاملين الذين يسعون إلى تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز للمنظمة أو للشركات لابد أن نعاملهم بمشاعرهم ودوافعهم لابد أن نحترم الكيان الإنساني بالتالي هناك مجموعة كبيرة من المدراء الغير مقبولين وإن كاس لديهم الاستجابة والاستماع من قبل المرؤوسين لا يعني أني أسمع إلى كلامك معناته أني أؤمن بقدراتك لا قد تكون أنت واحد من المؤثرين الذين لديهم القرارات لكن أنت لا تحسن الإدارة ولذا يجب أن نفهم أن الإدارات في وقتنا الحالي تغير تغير وقت الإدارة بالأنظمة واللوائح اخترك يا أخي هذه الأنظمة واللوائح ولكن لا تجازف في الإختراف حتى لا تساءل قانونيا وأعني أن هناك فارق كبير جدا ما بين المدير والقائد وسأتحدث في هذا البرنامج عن من يمتلك الإدارة باللوائح والأنظمة والقوانين ومن يمتلك الإدارة بالقيم والحب والتأثير ثم لا بد أن أنوه أيضا في مقاومات الإدارة إلى الأنصر الخانس اللي هي العلاقات الاجتماعية يجب أن يكون هناك تعاون بين الأشخاص حتى نتمكن من الوصول من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ولذا سيدنا الإمام أبي حنيف النعمان يقول في أحد الكلمات والإبارات المشهورة لديه من أنه يستغني أن العمل مع الناس فليبكي على نفسه ثم سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا يقول الناس للناس من بدو وحاضرة ما بالك وأنت تشتغل مع صديق أو زميل لك داخل المنظمة واحدة مغلقة فلابد أن يكون هناك إلاقات اجتماعية وصلة وترابط وحب واحترام وتأثير وقيم تمنع الوصول إلى الاحتكاكات والصراعات ولا أعني أنه لا يوجد خلافات لا يوجد اختلاف في المنظمات والمؤسسات العاملة تحت إدارة مدير أو قائد لا بل أكس ولكن أريد أن أنوه أن هناك يجب أن ننتبه أنه لا يصل إلى الخلافات في مسألة الإلاقات أو العمل أو الشغل ولذا أنا أقول يوجد اختلاف فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية ولكن الخلافات تثير المفاسد وتثير عدم الإنجازية وتثير أيضا عدم التطور والنمو والاستمرارية والديمومة في المنظمات والمؤسسات والشركات ولذا على الإخوة المدراء أو الدكاتر أو من لديه إدارة يديرها أن يفهم الفهم الكامل والتام ماذا يجب عليه فهم ماذا يجب عليه الفهم في هذا الجانب جانب العلاقات الاجتماعية ثم لا بد أن أنوه أيضا في المقومات إلى البيئة البيئة للبيئة تأثير كبير جدا على الإدارة حيث أن الأشخاص تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها فإن اختلاف البيئات تحصل على أفكار كثيرة تساعد في الإدارة وتحقيق الأهداف كلما كان الإنسان مستقر داخليا يستطيع أن يبدع وأعني البيئة التي تنقسم إلى قسمين بيئة داخلية وبيئة خارقية والبيئة الداخلية التي أنا أريد التنويه فيها في إدارة القيم والتأثير هي الإدارة الداخلية النفسية سايكولوجيا للإنسان أو للفرد العامل أو للمدير أو للمرؤوس وغيرهم من العاملين لا بد أن نتكلم في هذا الجانب فهذه البرمجيات الأساسية لو تكلمنا وأعدنا هذا الإنسان والكائن الذي يريد أن يعيش في قو بيئة جيدة تساعد على الإبداء وإخراج الطاقات الكمونية وكذا إبراز القدرة الكاملة في علم الإدارة وممارسته للعلوم الإدارية وإخراج الطاقة الكمونية الداخلة لديه لا يعتقد المدراء أنه لا يوجد من الموظفين من لديهم الإمكانيات القدرات التي تجعل المنظمة تكون في مقدمة المنظمات الأخرى المنافسة ولذيك الوقت كنت سأتحدث عن الترتيبات الحقيقية في كيفية برمجة هذا الشيء منذ أن كان هذا الإنسان في بطن أمه من الذي برمجه خلال التسأل الأشعر هي الأم ويبني فيها المعتقدات والقيم والأخلاقيات ولذا العلم الحديث اليوم يقول للأم الأطباء يرشدون الأمهات أو الآباء أنهم لا يحزنون وأنهم يبتعدون عن المنشطات وأنهم يأكلون الأكل الجيد هذه كلها هي إدارة إدارة بالقيم حتى في بطن الأم يريد أن يديرك بقيم وأخلاقيات ومعتقدات حقيقية ليش؟ لأن كل السلوكيات الموجودة عند الأم يبرمج عليها الطفل أو يبرمج عليها هذا الجنين وسأتحدث إن شاء الله في شرائح أخرى بالتفصيل عن هذه البرمجيات دعونا أنتقل ما هي وظائف الإدارة للنقاش هذا السؤال أيها الأخوة تسمعون يا شباب ما هي وظائف الإدارة يا أخوة الله يكرمكم يباري فيكم اللي بدي يجاوب ترى المايكات مفتوحة بس يعرف عن نفسه ويتفضل فضلوا أيها الأخوة نسمع منكم نستفيد جئنا بالممارسة حياك الله دكتور هلأ الوظائف الخمسة للإدارة أو الممارسات الخمسة هي التخطيط والتنظيم والتوظيف والقيادة والرقابة يا سلام ممتاز أخي ما شاء الله الأخوة التخطيط والتنظيم منتاز التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة منتاز لأي تفضلوا يا علماء الإدارة اليوم كلنا ندير في البيت ندير في الأعمال ندير في السوق ندير إلا أن تكون تجارة بينكم إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم دكتور في بعض الإجابات على الشات في بعض الأخوة أشارك إجابات على الشات نعم الأخ كتب التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة والأخ قال لا أستطيع فتح الماي وهنا قال التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة دكتور بالنسبة المايكات مفتوحة للجميع فضلوا يا شباب من يريد لدينا أكثر من واحد وثلاثين شخص مشارك هنا تستطيعون أن تتحدثوا فعلم الإدارة من العلم الفلسفية الاجتماعية التي يستطيع المايكات مغلقة معلش دكتور أخي المايكات مفتوحة للجميع يا أخي المايكات مغلقة من أول ما يحضر دكتور خالي فضل تفضل ما عليش الهوست مغلقة المايكات على الكل من أول يعني كان بعض المشاركين يشتو يناقش ولكن المايكات مغلقة طيب يرفع يده ويفتحه لا عادي فضل دكتور طالبه هو حوار لا بد تبقى المايكات مفتوحة يعني ما نستاعي نغلق ونفتح نغلق ونفتح هذه وجهة نظر فقط شكرا لك أستاذي الغالي الأخوة الأدمين موجودين لو تفتحوا المايكات للأخوة من أجل المشاركة لا سيما وأننا وأنا في بداية اللقاء أننا سنتحدث وسندير هذا البرنامج بطريقة الممارسة وليس بإلقاء المحاضرات الأكاديمية حتى يستفيد الكل ونستفيد أيضا من خبرات الموجودين عندنا في الشات هنا فضل السلام عليكم ورحمة الله السلام معلش لو سوء دب كل من يريد أن يتحدث يقول من هو وما هو مؤهل فمن أي دولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا دكتور ياك الله وأسعد الله ووقعتك إسمي عبد الرحمن مختار موسى من دولة التومان مقيم في العاصمة مقدش ومقيم مجلس ومقيم ماجستير في إدارة القومية الآن مدرس ومحادر مجلس جامحان من وظائف الإدارة تابت التقارير وميزانية الميزانية لها أساس أنا أتكلم عن وظائف الإدارة الميزانية السلام عليكم مدرس في جامعة شانغاهايز جاوتون وصاحب شركة استيراب تصدير في الصين الإدارة هي تنظيم العمل الارتقاء بالمخرجات وبالنتائج وتحسين أداء الموظفين من أجل تحقيق الأهداف أعتقد هذا هو الاستخدام أو الوظائف يعني نعم شكرا لك دكتور سعيدين السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا أخوكم راجب إبراهيم من مصر وأعمل في اليمن مدير مبيعات المؤهل في المجتمعية طبعا الأستاذ راجب الله يحفظكم وطبعا معروف أن الإدارة لها خمس وظائف عامة وهي التخطيط والتنظيم والتوظيف والقيادة والرقابة ولكل نقطة من هذه النقاط طبعا وسائل لتحقيقها يعني ممتاز شكرا عفوا السلام عليكم كيف حالك دكتور السلام ورحمة الله أهلا وسهلا معك لؤي شباكي من سوريا المؤهل العلمي طالب كلية اقتصاد وعلوم إدارية سنة ثانية وظائف الإدارة تخطيط التنظيم الرقابة والتوجيه وعملية اتخاذ القرار شكرا أخي لؤي ما شاء الله هل هناك غير من من الشباب يريد أن يتحدث المايكات مفعلة أظن السلام عليكم وعليكم السلام تفضل معكم محمد العجاج مسؤول المالي من اليمن تخصص محاسبة الإدارة لها مفهوم فلسفي ومفهوم أكاديمي المفهوم الأكاديمي التخطيط والتنظيم التوظيف الرقابة أما التعريف الفلسفي لها كيف توجيه الروح الفريق لإنجاز مهام محددة اكتشاف نقاط الضعف وتقويتها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وما إلى ذلك الإسهاب فيها كبير ولكن الوصول لها بيكون متعب ويحتاجه شكرا أخي محمد من منك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معك يوسف الحرازي محاسب قانوني من اليمن حياك الله أستاذ يوسف الله حياك طبعا في مفهوم وظائف الإدارة هم ذكروا الوظائف الشباب لكن في وظيفة التقييم تقييم الإدارة يعني إحنا ممكن نراقب نمكن لكن في الأخير نجاحا ناجحين ولا مش ناجحين يعني من أي قيم الإدارة التقييم هذا موضوع مهم يعني يغفلوا كثير عنه من الناس يعني تقييم الإدارة والتغذية الراجعة ممتاز ممتاز جدا دكتور خارج السلام عليكم مساك الله بالخير وعليكم السلام ومساك الله بالخير معك إبراهيم حكمي من اليمن إدارة عمليات كيفك يا دكتور أهلا وسهلا أنت مساء جميع إن شاء الله يا رب أعتقد الجميع ذكر التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة فأعتقد في النقطة الأساسية التي هي التوجيه لا أحد ذكرها والبعض أضاف أكثر من نقطة لكن حسب اعتقادي الأساسي الوظائف الأساسية هي أربع التي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وبعض المسميات تندرج تحت التخطيط أو التنظيم أو هذه المسميات صحيح صحيح أخي إبراهيم شكرا شكرا هل في أحد نختم فيه بالنسبة لهذا السؤال ما هي وظائف الإدارة فرقل أسمعك أسمعك عمر غالب من اليمن محاسب قانوني ماجستير محاسبة الله يحفظك يا حبيب طيب أولا أعرق على موضوع الهيكل التنظيمي نقطة بسيطة فقط للتوضيح أكثر يعني طبعا كثير من مساميات التنظيم الوظيفي أو الهيكل التنظيمي وأعداد الهيكل وأعداد الهيكل التنظيمي أنا أرى أنه أعداد الهيكل التنظيمي عندما يقوم الواقع الفعلي بمعنى أن لا يكون عبارة عن هيكل نمطي يتم إعداد المسميات قبل بدء العمل وبالتالي تسوي تضاربات عندما يتنفيذ الهيكل نفسه والتالي أنا أنا أنصح أن أعداد من خبرة عملية أنصح عندما إعداد الهيكل التنظيمي يكون إعداد من الواقع الفعلي يعني تراسة والتفصيل لما هو يجب أن يكون لهذه الشركة وهذه المؤسسة وهذه المنشأة ويتم إعداده بشكل فعلي بمحسب مطلبات القهاء والمؤسسة هذه النقطة الأولى بالنسبة للإدارة ومهام الإدارة الأخوة ذكروها وكل واحد ذكرها بطريقة مختلفة أنا بحاول أطرح لك ياها أو أطرح للأخوة المشاركين بعض الفكرة عن الإدارة كيف أنا أشعر أنه في إدارة ناجحة في هذا المكان حين اشتاق إليك الموظفين وينتظروا اندخول لك الإدارة بشوق فأنت مدير ناجح وبالتالي إدارة ناجحة حين يسود الصمت لحظة تعطيك التعليمات برضو أنت مدير ناجح حين لا يتأخر أحد عن التنفيذ فأنت مدير ناجح حين يبوح لك الموظفين بهمومهم ومشاكلهم فعلم أنك برضو مدير ناجح حين لا تفتش عن أخطاء الموظفين لمحاسبتهم ولكن تفتش عنها لمكافاتهم ومعرفة فين الخلل وقت الصحيح الخلل فأنت مدير ناجح حين تتوافر فيك كل هذه الصفات أنت مدير ناجح وإدارة ناجحة بالتالي الإدارة أنا بقول فعليا لابد من أن يكون المدير معه الموظفين ليس ضد الموظفين وبالتالي تستطيع تقول أنه تنفيذ مهام إدارتك في هذه الشركة وهذه المؤسسة بيكون ناجح عندما تتفاعل معهم من البداية إلى النهاية يعني تعرف بسيط هكذا موجز أرجو أن أكون لأطلت في هذا الموضوع وشكرا لك دكتور خالي على هذا الموضوع المهم جدا وأرجو أنه يكون الوقت متح شكر أطول شوية لأنه الساعة تقدر غير كافية الساعة كل يوم غير كافية إن شاء الله شكرا لك يا دكتور راك شكرا أستاذ غالي شكرا دكتور ريس أنا الآن أنا الآن أخذت حوالي آراء 11 شخص هؤلاء الأشخاص الذين تحدثوا أمامكم هناك مجموعة كبيرة جدا أيضا من العلماء من تحدث خارج هذه سواء في السبعينيات أو ستينيات أو ثمانينيات أو التسعينيات أو القرن الواحد والعشرين في الألفية القديدة ومن خلال المطالع الحثيثة والشرسة في هذا الموضوع وبالدات في وظائف الإدارة حاولت أطلع كثيرا قبل أن أدخل في هذه في هذه الزاوية وهذا العنصر المهم جدا التي الإدارات جميعها تبني وظائفها ونجاحها من هنا وإذا تكلمنا عن الوظائف الوظائف هي واحد من أهم أساسيات نجاح الشركات والمؤسسات والأفراد حتى على الجانب الشخصي ولذا هناك مجموعة كبيرة جدا من التباربات والأفكار العلمية سواء بالنظريات الكلاسيكية أو أن طريق النظرية السايكلوجية أو غيرها من النظريات العلمية التي أثبتت فيها الفرضيات في وجود وظائف الإدارة من حيث أركانها الأساسية هناك مدارس من قالت أربعة هناك مدارس من قالت خمسة هناك مدارس من قالت ستة وهناك مدارس من قالت سبعة ثم سمت كل مدرسة من المدارس ما هي هذه الوظائف ولكنهم جميع هذه المدارس متفقين في عنصرين رئيسيين مثل ما جميع الإخوة الإحدى عشر الذين تحدثوا أمامكم الآن أنهم اتفقوا على نقطة التخطيط والتنظيم فإذا قلنا أن وظائف الإدارة وظائف خماسية أو تتكون من خمس أركان سنلاحظ أن مدرسة من المدارس قالت التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة هناك مدرسة من المدارس استبعدت التوظيف وأحضرت بذل التوظيف والتنسيق فصار عندها التخطيط والتنظيم والتوقيه والتنسيق والرقابة هناك مدرسة من المدارس الأخرى قالت لا هناك مجموعة أخرى فأثبتت في مدرستها الفكرية أو أثبت هذا العالم أن هناك مجموعة تتعدى الست هناك مجموعة من الوظائف الإدارية تتعدى الست أو ست أركان قالت التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار هناك من خالف أيضا هذا الفكر وقال التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوقيه والرقابة والتقييم وخلاصة هذا الشيء لهذه الوظائف الإدارية الجمعية الأمريكية في تاريخ 23-11-21 في هذا القرن أثبتت أن للإدارة أربع وظائف إدارية حقيقية بنت عليها جميع ما قيل من السابق من النظريات والفلسفة الإدارية لهذه الوظائف فقالت التخطيط والتنظيم والقيادة والتقييم ولو رجعنا إلى مصطلح التوظيف أو التوجيه أو التنصيق أو الرقابة أو اتخاذ القرار كلها تندرق تحت كلمة القيادة هنا أثبتت المدرسة الأمريكية في آخر دراساتها في تحديثها لهذا العلم تفضل أخي من يتحدث ومن خلال هذه الوظائف لابد الآن أن نعرف كل ما قلتم وما قاله العلماء في السابق في دراساتهم يتضمن أو يتوافق إلى ما قالته الجمعية الأمريكية في دراستها الحالية أن وظائف الإدارة التخطيط والتنظيم والقيادة والتقييم ولا يسعني في هذا الوقت أن أتحدث عن كل عنصر لأن كل عنصر يحتاج إلى شرح كامل وتام ولكن سأحاول بإذن الله عز وجل من خلال هذا البرنامج أن أتطرق في شرح بسيط لكل وظيفة من وظائف الإدارة ثم لابد أن أنتقل بما أني عرفت أهداف وأبرز أهداف الإدارة ووظائفها لابد أن أعرف ما هو مصدر الإدارة كيف جاءت هذه الإدارة ما مصدرها هناك مجموعة كبيرة من العلماء من أبرموا أو كتبوا وتحدثوا أن الإدارة مصدرها مجموعة كبيرة جدا من الأشياء والأشخاص فلقصوا هؤلاء في صفحة رقم 17 بالنسبة لأخ الذي يدير الباوربونت الصفحة مباشرة بعد وظائف الإدارة تحدثوا عن مصادر الإدارة أن المصدر أو المصادر الرئيسية للإدارة الآائلة والتربية تربية البيئة وحينما أتكلم عن الآائلة والتربية لابد أن أعرق تعريقا كاملا لأن هذه المادة مادة الإدارة بالقيم والتأثير لابد أن أعرف ما هو تاريخ هذا التأثير هل هو مكتسب؟ هل التأثير فطري أم مكتسب؟ من ضمن هذه المصادر التي أنشأت الإدارة بالقيم من مصادرها قالت العائلة والتربية البيئية فحينما قلت أنا أن المعتقدات أن هذا الجنين في ترتيب للجنين أنه يأخذ كل معتقداته في سن يوم إلى تسعة أشهر وهو في بطن أمه من الأم المصدر الرئيسي لإدارته الأشياء ثم جاءوا العلماء السايكلوجي قالوا أيضا في هذا الجانب في مصدر الإدارة الآئلة والتربية قالوا من سن يوم إلى أربع سنوات يتلقى القيم والتأثير والمعتقدات من الأب والأم وحينما أتحدث أتحدث أن الحياة الطبيعية أي لا أعني أنه قد يكون ولد من غير أب مات أبوه وأمه حاملة في الشهر الثاني أو التاسع أو ولد من غير أم بعدما ولد ماتت الأم لا أنا أتكلم عن البرمجة والتربية الآئلية الطبيعية أن يكون وجود الأب والأم ولذا قالوا مصدر الإدارة بعد الأم مباشرة الأب والأم وهذه البرمجة والتأثيرات والقيم والأخلاقيات والعادات والمبادئ تغرص من يوم إلى سن أربع سنوات ويغرصها الأب والأم ثم ينتقل هذا الطفل من سن أربع سنوات إلى سن ثمان سنوات ويتلقى القيم والمعتقدات والعادات والسلوكيات من قبل من؟ من قبل المدرسة لأن الأب والأم لا يستطيعون أو لا يقدرون أو لا يقدرون أن يخرجوا أطفالهم إلا إلى مدرسة من بيوتهم باشرة إلى المدرسة فيتلقى في هذا السن أربع سنوات إلى ثمان سنوات هذه البرمجة اللغوية العصبية القيم المعتقدات التأثير الحب الاحترام من المدرسة من سن أربع سنوات إلى سن ثمان سنوات ثم ينتقل من سن ثمان سنوات إلى سن إثنى عشر سنة تسمى سن البرمجيات والذي يتلقاها هذا الطفل عن طريق الأصدقاء بما أن الأب والأم انتهت مهامهم في سن أربع سنوات ثم نقلوا هذا الولد إلى المدرسة لابد لهذا الولد أن يصاحب ويصادق فيتلقى كل معتقداته وقيمه وأخلاقه ويتأثر بزميله وصديقه فحينما يعود إلى البيت نرى بعض التصرفات من هذا الطفل من أين يقول فلان بن فلان صديقي فلان يتحدث وبالتالي تحتبر هذه الأشياء التي يمارسها هذا الطفل البعض سيتساءل الآن لماذا الدكتور الآن يشرح بهذا الإسهاب والتفصيل في حين أننا نتكلم عن إدارة أنا الآن أبني الأساس الحقيقي من أين تأتي القيم والتأثير من أين يأتي الحب من سن 12 سنة إلى سن 18 سنة تأتي البرمجة والمعتقدات والتأثيرات والقيم وتبنى من أين من البيئة الذي لابد أن ننوح أن من مصادر الإدارة ونجاح الإدارة وقوة الإدارة التأثيرية والقيمية تأتي من هنا فيتلقى هذا الشاب وهذه المرحلة من 12 سنة إلى سن 18 سنة المرحلة الخطيرة ما تسمى بمرحلة الحرية عند هؤلاء الشباب أو اليافعين لماذا؟ لأنه يصاب بشيئين هو لا يمتلك للأسف الشديد السيطرة على إدارة ذاته أو السيطرة على ما يملك لماذا؟ لأنه يعاني من شيئين أساسيين تغيرات فايسلوجية وتغيرات سايكلوجية ماذا نعني بهذا الكلام؟ نعني بالتغيرات الفايسلوجية أن هناك جينات تتعرك داخل جسم الإنسان فيظهر عنده بعض المكونات الجسمانية تغير الصوت خروز الثديين عند المرأة خروج المني رغور الشنب وغيرها من الأشياء التي تبرهن خشانة الصوت كل هذه الأشياء تؤثر على هذا الفرد في إدارة أولا لذاته فأتلقى المعتقدات من الشارع لأنه أصبح حرا طليقا ويعاني ولذا علماء الإدارة يقولون بهذا المصطلح من أقوى الدراسات التي اطلعت عليها يقولون الأطفال يستطيعون أن يفكروا بالخيال والبالغون من سن أربعين سنة يستطيعون أن يفكرون بالعقل أما هؤلاء الأشخاص الذين يتراوحون ما بين الثاني عشر إلى الخمسة والعشرين سنة يشتغل أو يعمل لديهم الفصين الخيال زائدا المنطق والعقل وإذا لديكم مشاريع ولديكم أحلام ولديكم إدارات إدارات تديرون أن تديروا أو تعرفوا آراء الآخ الناس يجب أن تشركوا هؤلاء الأشخاص من هؤلاء الفئة العمرية ثم يتلقى من سن 18 سنة إلى سن 24 يتلقى هذا الطفل معتقداته وقيمه وتأثيره من الإعلام يبدأ يميز الأحزاب أيضا تدخل في الخط وتبدأ والطفل يؤتبر في قانون الصحة الإنجابية شابا من سن 18 سنة في حين بعض الفقهاء يقولون قد يكون 9 سنوات وقد يكون 15 سنة هناك خلاف في المذاهب الأربعة وأصحها أنه إذا بلغ 15 سنة سواء حلم أو لم يحلم هذه التفسيرات بالنسبة للمسميات لهذه الفئة العمرية وهذا الذي جعلني أن أتكلم أني أتكلم عن إدارة بالقيم أتكلم عن أشياء تستحق الوقوف اليوم نحن أمام مدراء وإدارات تدير الشركات والمؤسسات بالأشياء الغير معقولة من قبل موظفيهم سايكلوجيا وفكريا وحتى تنظيميا ثم لابد أن أنوه أيضا إلى مصدر آخر من مصادر الإدارة التي هي ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وأنا تكلمت عنها أيضا في سردي للبرمجيات والتأثيرات والقيم الموجودة في برمجية الإنسان منذ الطفولة أيضا التأثير التأثر بالجماعات المرجعية وهذا من سن 18 سنة إلى سن 25 إلى 30 أو قد يكون من 12 سنة إلى سن وأنتم تدركون الآن عرفتم لماذا حاولت أن أسهب الكلام في تدرج في إصدار الفئات العمرية وكيفية دراسة المراحل الفكرية والمعتقدات والقيم والتأثير التي يؤثر فيها هذا الفرد لأن من الذي يدير الإدارات هو الفرد هو الشخص ثم تأتي المدرسة ونظام التحليم في المجتمع وتحدثنا عنها أيضا دعونا أتكلم عن دور الإدارة في الشركات هذه كلها كانت مقدمات أساسية للدخول من أجل معرفة الإمكانيات والقدرات لدى العاملون سواء كانوا هؤلاء في الإدارات الوسطى أو الإدارة الأولية أو الإدارة الدنيا لأنه حينما توكل إليهم بعض المهام وبعض الواجبات سيعطوهم مجموعة من الأفراد وسيديرون هؤلاء فلابد أن أعرق أن دور الإدارة بشكل عام في الشركات تقوم الإدارة بتوفير أقصى استفادة من الموارد التي قد تكون نادرة عن طريق اختيار أحسن استخدام لها كبديل في الصناعة من ضمن الاستخدامات المختلفة أيضا في الشركات تعمل الإدارة على تقليل التكاليف وخاصة في الشركات الصناعية أو التقارية وسنتحدث عنها في إداراتهم من خلال التخطيط السليم والاستخدام الأمثل للمواد المالية والبشرية والمادية لتحقيق أفضل النتائج دعوني أعود أيضا إليكم للنقاش لأني في بداية الأمر قلت لكم أن هذا البرنامج سيكون بالممارسة وليس بالمحاضرة الأكاديمية أن أقف أمامكم وأسأل من أجل أزداد علما ويزداد أيضا الإخوة المستمعين علما فوق علمهم أن نسأل ما هو الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة فضلوا يا شباب السلام عليكم دكتوري وعليكم السلام من المتحدث الشريحة اللي بعدها يا أستاذ منار الضحوي منار الضحوي منار منار الضحوي بالنسبة الإدارة العامة هي تستهدف تقديم خدمة عامة للمواطنين وتقوم على أساس تطور واسع يشمل الوزارات والجهات ومصارح عامة أما بالإدارة العامة للأعمال هي قصد إدارة الأعمال تستهدف تحقيق الربح وإنها تقوم على أساس تنظيم مواسع تنظيم محدد ممتاز من من الشباب أيضا هذا الموضوع مهم جدا يا شباب الفروق بين الإدارة العام إدارة الأعمال وإدارة العامة تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخوكم رجب إبراهيم أهلا أستاذ رجب فضل وبالنسبة للإدارة العامة يعني يعرفوها أن هي بتبقى مسؤولة عن تقديم خدمات يعني خاصة وعامة للدول عموما أو للمجتمع عموما أما إدارة الأعمال هي بتعزز العوائد والإرادات الاقتصادية والخصول على الأرباح المالية الله أعلم فضل شكرا شكرا لك أستاذ رجب السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا أستاذ خالب يوسف أيضا أيضا أحب هي فرق بين المهارات المطلوبة في إدارة العمال والمهارات المطلوبة في الإدارة العامة الإدارة العامة هي أوسع تحتاج إلى المهارات الإدارية والقانونية والسياسية يعني تحتاج إلى أمور سياسية يكون فاهم فيها باختلاف إدارة العمال إدارة العمل ما يحتاج إلى مهارة السياسية فقط تكفي الإدارية والقانونية والفنية ممتاز من من الشباب فضلوا الماء يشغل بالنسبة للإدارة العامة قد تكون يعني تعمل في منظومة معينة احتكارية بحيث أن تقوم بعمل معين طبيعة يعني طبيعة معينة يعني خاصة في مؤسسة مثلا في جهة معينة بينما الإدارة الإدارة الأعمال قد تكون دا طبيعة غير احتكارية يعني تتغير وتكون طبيعة عاقدية يعني بحيث أن الإنسان قد يغير نشاطه قد يغير أهدافه لكن العامة لا اتجاه واحد طيب شكرا دكتور عبدالله فضلوا يا شباب السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف كان دكتور معك علي المحضار طالب ماجستير فضل أستاذ علي حياتم الله الإدارة العامة أعتقد تعتبر ذات مسؤولية عامة ضخمة عدد الموظفين فيها كبير الخدمة بالنسبة لها واجبة عما إدارة الأعمال إدارة الأعمال أصغر من الإدارة العامة عدد الموظفين فيها أقل وفيها نوع من المنافسة وتسعى علي تحقيق ربح طيب شكرا شكرا أستاذ علي الظاهر أن الإخوة الموجودين معنا بالنسبة لإدارة الحوار هل نحن تعدين الوقت أو ما زلنا في الوقت لأن البرنامج ساعة أستطيع أن أتوقف هنا وأجعل هذا السؤال تكليف للإخوة ونناقش غدا إلا لو كان للإخوة في الإدارة وأسمع وقت نظار الإخوة الذين يديرون هذا الحوار دكتورنا الحبيب الله يكلم أكبرك فيك نحن معنا للتسعة تماما طيب بعادي نحن الآن ثمانية وثنين وخمسين أستطيع أن أوقف هنا وأسمع بعض الأسئلة من الإخوة في خلال الثمانة دقائك ونجعل هذا السؤال ما الفرق بين الإدارة الأعمال وإدارة العامة كتكليف للإخوة الحاضرين من أجل أن يحضروا أنفسهم ليوم غد بإذن الله عز وجل ونستفيد من خبراتهم وننوه ونقول للإخوة الحاضرين أن علم الإدارة من العلوم الفلسفية الاجتماعية الذي كل ما قيل فيه أقرب إلى الصواب ولذا تكلم تحدث تفلسف لأن الإدارة فلسفية فلا يعني أنك حينما تريد أن تشارك أو تقول شيء أنك تحرج أو أنك ستقول شيء خاطئ لا ستقول شيء جيد وسيستفيد الآخرين والمستمعين منك ولربما أنت تمارس هذا الشيء قل الذي تمارسه لأننا هنا أردنا أن يكون هذا البرنامج برنامج ممارسة يحتك بخبراتكم الميدانية الحقيقية لأن المعلومات موجودة موجودة في الكتب موجودة على النت موجودة مع الأصدقاء موجودة مع الدكاترة والمعلمين ولكن اليوم نحن نحتاج في هذا البرنامج إظهار الخبرات إظهار الإمكانيات والممارسات التي يمارس بها الأفراد إداراتهم ومنظماتهم شركاتهم مؤسساتهم فسأضطر آسفا أن أتوقف أمام هذا السؤال ليوم غد بإذن الله وسأستمع إذا كان هناك أي أسئلة من الإخوة الحاضرين يريدون السؤال عنها من خلال هذه الشرائح التي قيلت في هذا البرنامج من اليوم الأول دكتور عندي سؤال من ناحية المفهوم الإدارة فضل هل إبارة الأعمال هل هي ممكن تكتسب من خلال النجاح التجاري أم أنها هي التي تؤدي إلى النجاح التجاري يعني هل هي تكتسب أم هي تدرس ممتاز جدا من كمان غير نجاوب على كل واحد أم نسمع الأسئلة من الكل ثم نجاوب على كل واحد نجاوب عليها جميعا سؤال الحبيب كل سؤال بسؤال أفضل فإذا انتهى الوقت سؤال سؤال نعم دكتور نعم طيب الدكتور يسأل أيها الأخوة الأكارم الأفاضل هل إدارة الأعمال تكتسب بالممارسة أم أنها علم يدرس ويدرس هكذا سؤالك دكتور عبد الله نعم هل تؤدي الممارسة التجارية إلى تشكل علم الإدارة أو الإدارة الأعمال يعني باختصار باختصار إدارة الأعمال هي اللي تنجح العمل يعني الدراسة هي اللي تنجحها باختصار باختصار شديد الفارق بينهما أن تلقي المعلومات العلمية تعطي مجموعة كبيرة جدا من الاستفادة في الوقت أما الممارسة تأخذ مجموعة كبيرة من الوقت حتى يكتسبها الإنسان ولذا لماذا هم قالوا علماء الإدارة قالوا الإدارة هي أصلا فن وعلم ممارسة براكتس بلاس انفورميشن محلومات ولذا لا يستغني أحدهما أنا الثاني ولكن هناك فوارق بسيطة جدا في إيقاذ المقومات الأساسية التي تجعل الإنسان يختصر الوقت كلما أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح والسليم وتعلمها استطاع في ممارسته أن يختصر الوقت الذي سيستطيع أن يتعلمه في وقت كبير جدا وقياسي هذا واحد من أهم الأشياء الجوهرية التي تجعل ثم هناك فلسفة أخرى تقول أن الإدارة تنقسم إلى ثلاثة أقصام من حيث ماذا من حيث الاكتساب البعض يصنف أن الإدارة فطرة مثلها مثل القيادة وسنتحدث غدا إن شاء الله عن القيادة وهذا يمثل اثنين في المية أنها فطرة والبعض يقول أنها مكتسبة وتمثل أيضا ستة وتسعين في المية والبعض يقول منعدمة ويمثل اثنين في المية وهذه الدراسات سنتحدث غدا بإذن الله عز وجل هناك من الصحابة من أراد أن يدير قيش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت مع شخص لا تستطيع أن تديره بل هو من يديرك أي أنه مع دم القيادة والإدارة ولا يعني هذا الشخص أنه لا يمتلك مهارات وقدرات تميزه عن الآخرين فكان ترجمان القرآن أو كان مصدر الرئيس لأخذ من هذا الصحابي الجليل ولذا علماء الإدارة حينما يتكلمون أن الإدارة أنها فطرية مر عمر بن الخطاب على رجل على أطفال يلعبون في الطريق فخافوا من سيدنا عمر إلا واحد فابتسم سيدنا عمر وقال له ما الذي يجعلك ثابتا في مكانك لم تغادر مع أصدقائك أو مع أصحابك قال يا ابن الخطاب لم يكن الطريق ضيقا حتى أفسح لك الطريق ولم أقترف ذنبا حتى أخافك أو أذهب راكذا مثل فقال إنه هذا الطفل قياديا بالفطرة وإداريا بالفطرة ولذا قسموا الجانب الثاني على أنه الإدارة بالممارسة والإدارة بالعلم هناك من تحدث فيها كثيرا جدا ولكن مثل ما توجهنا في الإقابة أننا الإدارة بالعلم تختصر الأوقات والإدارة بالممارسة أيضا تكتسب فيها الوقاعة الحقيقية ولكن تحتاج إلى فترة زمنية طويلة فضل من مع سؤال نعم الصحابة الجليل عبدالله بن مسعود شكرا أستاذ هل في وقت ممكن سؤال آخر تمام أخي الحبيب تفضل هل الإدارة الأعمال ممكن أنا طبعا مش دارس أنا إدارة أنا جانب طبي لكن عندي شركة استيراد التصدير في الصين فأحب أستفيد هل الإدارة الأعمال يعني أو الإدارة الناجح هل ممكن أن يقود أي مؤسسة سواء مؤسسة صناعية مؤسسة علمية مؤسسة تعليمية مؤسسة طبية أم أن لكل مؤسسة علم خاص و يعني فن خاص يعني مختلف أسألك سؤال يا دكتور مما أنك طبيب فضل إذا كنت أنت قرى هل تستطيع أن تخدر ثم تعمل على تقييم الأدوات تعقم الأدوات أو أنت من يقوم بتهيئة المكان أو أنت من يقوم بإصدار ملف المريض أو إعطاء المريض وقت والاتصال به أنت تقوم بهذه الإقراءات إذا كنت أنت قرى تقوم بعملية الجراحة فقط صح ولذا الإدارة أيضا لديها اختصاصات والذي يريد أن يدير يستطيع أن يدير في أكثر من قطاع ولكن لا يكون لديه الكفاءة والجدارة الكلية والتامة إلا إذا مارس إلا إذا سقى الخبرات يستطيع أن يدير فإدارة الخدمات تختلف عن إدارة المنتقات وإدارة المنتقات تختلف عن إدارة الأفكار وإدارة الأفكار تختلف أيضا عن إدارة العقارات وإدارة العقارات تختلف عن إدارة الأشخاص كلها إدارات مختلفة ولها مصادرها العلمية ولها قواعدها ووضائفها وأنواعها وأركانها وسياسيات وسياستها مبنية لكن هل يستطيع أن يدير البعض سيقول في الأخير هم أفراد نعم هم أفراد ولكن يختلف النشاط الذي يدير فيه إذا كان صناعية يحتاج إلى شخص لديه القدرة في التكاليف لديه القدرة في الإنتاج لديه في الجودة لديه في العمليات لديه التنبؤ بالمبيعات لديها القدرة لكن وإن كان لديه هذه الأشياء يحتاج إلى فريق يسانده ولذا يقولون من ظن أنه يستغني عن العمل مع الناس فليبكي على نفسه يبقى لابد أن نعطي كل واحد تخصصه ولا يعني أن الإنسان لا يستطيع خذ من كل الفنون ما تشاه وتمرس وبدع في فن واحد حتى يشار إليك بالبنان فضلوا أخوة هل هناك سؤال لا لا عندي أستاذ سئلة لكن المفهوم هو الإدارة هي الإدارة مهما كانت لكن المختلف هو عمل مضمون عمل المؤسسة فقط ممتاز جدا نعم لأن هناك الوظائف لا بد من تخطيط تنظيم ممتاز لا بد من وجود رقابة أو قيادة أو تقييم نعم لكن الإمكانيات الفردية لا تعني أنه يستطيع أن يفعل كل شيء فلماذا قعلت التخصصات هناك ناس ماليين وهناك ناس اقتصاديين وهناك ناس سياسيين وهناك ويديرون مكاتبهم بحسب تخصصاتهم لكن لا أعطي برقل إداري سياسي يعمل في مجال الصناعي هذه موهبة وموهبة قليلة مثلما تفردنا في الصابق وتحدثنا أن هناك قد تكون إدارة فطرية يستطيع أن يفعل بمقرد اختصاره للأوقات ومطالعته الحثيثة والقدرة على الاستيعاب يستطيع أن يدير من الجانب الخدمي إلى الجانب المنتجي إلى الصناعات إلى الجانب التجارة فضل دكتور سؤال أخير معلش لو طولت عليكم في الأفصيلة الإدارة من أهدافها التي هي مراقبة الموظفين أو مراقبة الاستافة والتين من قيم الإدارة إذن؟ أعيد السؤال من وظائف الإدارة تقييم أداء الموظفين نعم من وظائف الإدارة تقييم أداء الموظفين اللي هو الاستافة والتين طيب من يقوم بتقييم الإدارة؟ الإدارة في الأخير هؤلاء المدراء هم أصلاً موظفين من يقيمهم؟ في الإدارة الخير سنتكلم ممتاز السؤال هذا ذاني أنا أتكلم أن سلم وظيفي يبدأ من الجمعية العمومية والجمعية العامة التي تمتلك القرار الرئيسي أو المساهمون ثم مجلس الإدارة ثم الإدارة العليا ثم الإدارة التشغيلية أو التكتيكية التنفيذية ثم الإدارة الدنيا فكل مدير وراء رقابة ورديه تقييم فمجلس الإدارة من يقيمهم؟ غير الشركاء والملك في الجمعية لو الأخوة الحاضرون الذين لديهم مؤسسات أو شركات يفهمون مصطلح الجمعية العمومية وقرار الجمعية في بقاء مجلس الإدارة وتقييمهم حينما يأتي المدقق المالي الخارقي في إصدار البيانة المالي أيضا مجلس الإدارة يقوم بترح ما لديه من الأشياء التي تم تنفيذها إما أن يقنع الجمعية العمومية أو يغادر مثل ما مجلس الإدارة يقيم المدراء التنفيذيين أو مدراء العموم من الذي يقيم المدير العام؟ أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي يقيمه مجلس الإدارة فهناك تسلسل هرمي طيب الإدارة الأخرى الإدارة المالية إدارة الموارد البشرية إدارة المبيعات إدارة التسويق إدارة الإنتاج إدارة الجودة من يقيمهم؟ المدير العام الفريق الذي يتبع ولذا نحن ننوه دائما أن رسمك للهيكل الإداري هو الذي يبين قوة هذه الإدارات وقوة هذه المنشآت وقوة هذه المؤسسات والمنظمات إذا أردت أن تنقح يجب أن تحتمد على هيكل إداري ناجع وسليم وصحيح ينبعث هذا الهيكل الإداري من واقعك من واقع النشاط الذي تعمل فيه أنا إذا كنت أتكلم عن إدارة عندي شركة تجارية إكسبورت إمبورت استيراد وتصدير ثم آتي بمدير صناعي أقول الإدارة الصناعية يا بابا الهيكل الإداري لا تناسب أن تضيف هذه الإدارة أو تقول إدارة إنتاج إيش من إنتاج وبذلك لابد أن نفهم تماما بالنسبة لنا ما هو الهدف الرئيسي من رسم الهيكل الإداري وأيضا لابد أن نفهم أن لكل فرد موجود داخل الإدارة وإن كان حتى وإن كان في الإدارة العليا سيراقب من الجهات التي مولت ودفعت أموالها من أجل هذه التجارة أو بناءها لهذه المنظمة أو المؤسسة أو الشركة أو المبادرة أو الجمعية أو anything فضلوا إخوان دكتور الحبيب الله يكرمك يبارك فيك جزاكم الله خيرا طبعا والوقت لدينا انتهى طبعا قطعنا من الوقت خمس دقائق نشكر الدكتور خالد الصخوي على هذه المحاضرة كما نشكر جميع الأخو المشتركين والمشتركات لحسن صغائهم إلى اللقاء الآخر إن شاء الله غدا بنفس الموعد دمتم برعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام